طيب عندنا طبعا كلام الاول على تمرينة النهاردة في نادي الاهلي العودة بعد الغياب وزميننا يمكن شريف شعبانا هيكون جاهز معانا دلوقتي بس كلام او اللي تابعوا مبارح انا وصفتها بواحدة من اهم موطشات طبعا اليورو 2020 في حاجة تخصينا فيها اسبانيا كرواتي خروج كرواتي على يدي اسبانيا بنتيجة 5-3 ما كانش بس متعة كروية لكن كمان كان فرصة لمتابعة 6 من منتخب اسبانيا 6 شاركوا 6 لعيبة شاركوا مع منتخب اسبانيا في البطولة دي هيكونوا موجودين مع منتخب اسبانيا الالويمبي لويس دلا فوينتي اختارهم عشان يشاركوا مع منتخب اسبانيا الالويمبي في اولمبياد توكيو واللعيبة دول هيواجهوا منتخب مصر بكل تأكيد عشان كده كان فرصة لمتابعتهم اهمهم من وجهة ناظرها وفيدري فيدري لعب برشتونة طبعا تم اختياره عشان يكون موجود بعد ما يخلص مطولة اوروبا يطلع على اولمبياد توكيو خليني أقول لحضراتكم أسماء اللاعبين الستة ومنهم وطبعا من اللاعبة الكبار يمكن أهم اللاعبين اللي تم اختيارهم للمشاركة مع منتخب أسبانيا الأوليمبي خليني أقول لكم الستة الأول أونيس سيمون طبعا ده حرس المار ما تم اختياره ومعاه بيدري كمان مبارح مايكل أوراسبال لعب أسبانيا وداني أولمو داني أولمو اللي صنع الهدفين في مباراة أمس صنع هدفين من الخمس أهداف تم اختيارهم كمان هيكون معاهم باو توريس وإيريك جارسيا المدافعين دول تم اختيارهم من اللاعب الكبار طبعا ماركو أسينسيو طبعا لعب الريال الشهير ويمكن ده يكون أخطر أو أهم لعب هيتم ضمه للمتخب الأوليمبي وداني سيبايوس برضو من الريال هيتم ضمه للمتخب الأوليمبي عشان كده بقول حقاكم حتى في الأدوار اللي جاية يعني اللي مهتمين بالمنتخب الأوليمبي لا فيش مصري مش مهتم من منتخب الأوليمبي حتى وملوش في الكرة هتتفرجوا على العيبة دول مع المتخب أسبانيا يعني دول اللي هيواجهونا في الأوليمبياد إن شاء الله طيب نروح لزامنا شريف شعبان نتطمن على تمرينة النهاردة واتطمن حضراتكم أكتر كمان على اللاعبين اللي كانوا يمكن يا إما بعيد بسبب الإصابة ودخلوا برنامج تأهيلي يا إما اللي تصابوا في الفترة الأخيرة وليد سليمان، كريم ندفد، محمد هاني، أحمد رمضان بكهم زمان يا شريف شعبان هيكون معانا على الهوى دلوقتي سأخير يا شريف كلمني على التمرينة ولو كنت سمعني بكلم طبعا على اللاعب اللي كانت بعيدة الفترة الأخيرة يريد تطمن عليها سأخير زميلي أحمد تحيتي لك وتحيتي لكل كمهير ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي ممكن متابعة مران النادي الأهلي خاص وحصري لشاشة تقناة النادي الأهلي ممكن النهاردة النادي الأهلي كان قافل لتمرينه ولكن خدنا حوالي ربع ساعة في بداية المران الأهلي بستعد خلاص للمواجهات المحلية على الفترة المقبلة والتركيز فقط في بطولة الدور العام ده اللي طلبه النهاردة مستر بيتسو مسماني من اللاعبين إغلاق البطولة الأفريقية والكلام في البطولة الأفريقية والتركيز فقط في البطولة المحلية التركيز في مباراة بيرامتز لاتكون يوم الخميس على استاد الأهلي والسلام كان في محاضرة فنية استمرت حوالي عشرين دقيقة اتشرح فيها مستر بيتسو مسماني نقاط القوة والضعف لفريق النادي الأهلي نهاردة نادي الأهلي عمل المسحة الطبية الخاصة بمباراة بيرامتز بكرا المران هيكون في الخامسة مساءً ثم معسكر فأحد الفنادق في التجمع الخامس ليلة مباراة الأهلي وبرمج زيارة بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي. الكل بيسأل عن إصابات النادي الأهلي. سألت زميلي أحمد والكل بدأ يتكلم عن إصابة النجم السوبرستار وليد سليمان حاوي النادي الأهلي كان ليلقاء مع الدكتور أحمد وعبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي واللي عنده مزق في العضلة الخلفية يمكن بشي الإصابة القديمة والعضلة الخلفية ولكن بشي الإصابة بشي الإصابة القديمة. إصابة مختلفة غير الإصابة القديمة لدي الناس قادت قالت نفس الإصابة بالزبط آه الناس قالت نفس الإصابة ولكن هي غير الإصابة القديمة خالص إصابة جديدة في العضلة الخلفية بإذن الله من ثلاثة لأربعة سبيع بإذن الله هيكون موجود مع النادي الأهلي يمكن ده الموقف بتاع وليد سليمان يمكن باقي النجوم بيشاركوا في مران اليوم يمكن على الجانب على الجانب الآخر باقي اللاعبين موجودين محمد محمود بيجري خلاص التدريبات التأهلية ويمكن قرب قرب خلاص من الدخول في التمرينات الجماعية يمكن والنهاردة كل الفريق بيشارك في التمرينات الجماعية بإذن الله بإذن الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي يوم الخميس القادم بإذن الله معك زميلي أحمد لو فيه أي استفسار طيب يعني كنت بسلك على حالة مع نواية لعيبة بعد التأهل لنهائي بطولة الدوري الأبطال وتأثيرها حتى على سعادتهم أو عودة مرة تانية مشوارهم في دوري بعد انقطاع لفترة طويلة تمام يمكن مستر بيتسو مسماني ومدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيز اتكلم عن العبين النهاردة في محاضرة طويلة وشدد على عدم الحديث نهائيا عن مباراة كايزر شيفس طبعا الجنوب الأفريقي لتقوم في المغرب بإذن الله كل اللي بيصار على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة زكال نقل المباراة إلى دولة أخرى أو تقديم المباراة أو تأجيل المباراة اللي هم يقفلوا خالص الكلام في البطولة الأفريقية والتركيز فقط في البطولة المحلية القصة المعنوية أو المعنويات عالية جدا عند لعيبة النادي الأهلي الكل مشتاق إلى العودة إلى البطولة المحببة بطولة الدوري العام لجمهير النادي الأهلي كلها بتعشكها والعيبة النادي الأهلي بتعشكها الكل مصمم بإذن الله على المحافظة على اللقب الكل مصمم بإذن الله على اعتلاء قمة المسابقة من جديد والناس كلها عرفة طالما النادي الأهل ريكي بطولة الدوري بإذن الله مبينزلش من العباء وبيأخذ اللقب بإذن الله فبإذن الله ربع مباراة اللي جاية بإذن الله بمباراة ك Sailor ونفوز فيهم كلهم بإذن الله قبل النهاية الأفريقي بإذن الله إن شاء الله قلمني وأهار في حاجة بتحصل في النادي الآن يا شريف يعني في حاجة بتحصل في ملعب التيتش على وجهة تحديد تطوير او تجديد في اي حاجة من يعني الحاجات المتعلقة بملعب مختار التيتش يمكن المدرج القديم خلاص بيتم هدمه بعد ما قرر مجلس دارة النادي القالي يمكن تم جزء كبير ازالته ناقص جزئين بس يمكن في خلال بإذن الله ايام او اسابيع قليلة جدا هيكون تم ازالة المدرج القديم تم عمل اربع ابراد اضاءة جداد لملعب التيتش تحسين ارضية ملعب التيتش بيه الكامل المدرك الجديد اللي تم بناءه تم يعني تجهيزه باعلى مستويات التطوير يمكن بتعمل وراه باركن للعابين اللاعب يخشوا عربيته داخل النادي الاهلي يخرج من عربيته طبعا حرصا على سلامة لعاب النادي الاهلي من وباء كورونا يا رب يسلم كل العالم من وباء كورونا النادي الاهلي بيعمل الجديد النهاردة الأسطورة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الادارة يمكن الآن داخل ملعب التيتش بيشاهد المران وبعد نهاية المران بإذن الله في تغطية خاصة وحصرية الكابتن محمود الخطيب هيتابع بنفسه العمل التجريبي للأربع ابراج اضاءة في ملعب التيتش ويشوف الكابتن محمود بنفسه كفاءة الإضاءة بإذن الله في ملعب التيتش الكل بيشتغل الكل بيحاول يكتدع عشان خاطر يرضي جماهير النادي الاهلي بسكرك شكرا جزيلا من زميل عزيز سريف شعبان ودايما النادي الاهلي يمكن سباقه ودايما حريص على تطوير كل ما يوفر لنجوم ولعبيه تسمح لهم بتحقيق النجاحات والبطولات اشتركوا في القناة